موسيقى موسيقى اول عشر ايام عندك كتير من العلاقات الوطيضة عندك كتير من الاشخاص اللي بيعطوك نصايح او ان هم يقولولك تم تتصرف كذا او كذا او كذا فبتبدأ ان انت يبقى عندك الفكر كتير في كلامهم الفكر كتير في نصائحهم فبتبدأ ان انت يبقى عندك طاقت ان انا اكتهد اكثر اسعى اكثر وبالفعل بتقدر ان انت تعمل حاجة لان انت عندك برضو طاقت انتظار قوي جدا جدا من بعد يوم 14 لها علاقة بي ان انا منتظر ان انا احصل على الشيء اللي انا مستنيئ منتظر احصل على الحاجة اللي انا اجتهدت فيها منتظر احصل على الخطوات اللي انا اتخذتها وجريت فيها وتعبت عشانها فكرت فيها فده في عندك طاقة انتظار كتير قوية بتقدر توصل لده من اكتر الامور اللي انت بتفكر فيها اساسا هي فكرة الاستقرار الاستقرار في كل شيء ولكن انت محتاج كتير ان انت تستقر نفسيا بمعنى اصحي يعني ان انت بتجتهد مهنيا بتستمع لاراء الاخرين عشان خاطر انك عايز تستقر مهنيا تعمل اسم لنفسك قوة لنفسك في الشأن المهني تعمل تقدم تعمل مشروع خاص لانك كمان بتفكر كتير في مشاريع خاصة بتفكر كتير في مشاريع متعلقة بثقافات مختلفة يعني ممكن يكون عندك فكر ليه علاقة بسفر ليه علاقة بيه ان انت تغير طريقة او تغير مجالك اساسا فيه تغيير في ثقافة العمل بالنسبالك فمهتم كتير ان انت تبقى افضل تبقى احسن تبقى اقوى تمام فاذا انت عايز تستقر في الشأن المهني وتتشاهد بمظهر ايجابي النقطة التانية لما نيجي نتكلم على الامور الخاصة بيه المظهر الشكل انت لا ما شاء الله يعني برج الدلو من الناس اللي بتفكر كتير في مظهرها بتفكر كتير في شكلها بتفكر كتير ان انا اكون اكثر جمال شياكة اناكة تقلق يعني مهتمين كتير بجسمكم مهتمين كتير بلبسكم الالوان اللي بتلبسوها مهتمين كتير ببشرتكم بشعركم الحاجات اللي متعلقة بهذا الشأن جدا كمان المظاهر الجمالية او الاشياء اللي هات تجميلية مهتمين بيها كتير يا برج الدلو برج الدلو كمان من اكتر الامور اللي انتو بتفكروا فيها كتير وهي العلاقات يعني توطيد علاقات وانه يبقى فيه حل تود اكثر تقارب اكثر ما بينك وما بين الاخرين يبقى فيه جو قادر اقول انه هو يعني فيه ود فيه اتصالات تواصلات فيه علاقات تبقى طيبة فيه اشخاص انتو بالنسبة لكم بتفكروا فيهم كتير يمكن يكون معلاقتكم بيهم مش وطيدة او ما تعرفوهمش بقدر عالي بس انتو مرقبينهم من بعيد او لاو بتفكروا فيهم من بعيد عالي فكرة التخاطر ما بينك وما بين الشخص ده حسس بدا جدا انت حسس ان فيه حاجة بتربطك بالشخص ده مع ان انت ما تكلمتش معاه قبل كده حسس ان الشخص ده يعرفك اكثر فعندك ده يا برج الدلو جدا اللي هو ان فيه حد انت منجزب لي جدا فيه حد انت منجزب لي مش عاطفيا منجزب لي روحانيا منجزب لي ان انت عايز تتعرف على الشخص ده قوي عندك ده بتفكر في هذا الامر وبتبدأ تسأل نفسك هو ايه الفكرة ايه السبب ايه السبب ان الشخص ده فيلي على طول ايه السبب اننا الشخص ده مرقبه جدا ايه السبب ان الشخص ده على فكرة عايز اقول لكم حاجة كتير مهمة احيانا تبقى بتفكر في شخص قوي ودايما ان الشخص ده بيجي فيلك انت ما تعرفش ليه يمكن كمان بتحلم بالشخص ده كتير مع ان انت اصلا متعملتش معاه قبل كده وهب انشاء القدر ليك او فيه بالفعل موقف يجمع ما بينك وما بين الشخص ده فتكتشف انت ايه الفكرة او ايه السبب او تكتشف السبب اللي هو ان انا كنت عمال افكر في الشخص ده ان الشخص ده كم يجي فيلي كده فده موجود كتير انا عارفة ان النقطة دي وصلة لكم لان انتوا من الناس اللي عندهم روحانية وهذا الامر انتوا مقتنعين بيجدا طيب بورج قداله من الامور اذا اللي بتفكر فيها هي العلاقات وتوتيد العلاقات ويبقى فيه صداقات جديدة وان انت تقرب لحد جدا ده كل ده موجود كتير لكن انت كمان فيه الامور العاطفية بتدور كتير على العلاقات العاطفية بتدور كتير على ان انت والحبيب تقربوا البعض قوي انك تساعد الحبيب ان هو يساعدك بتقعد تتكلم معاه بتساعده بعض المشاكل عندك اللي هو فكرة الاهتمام كتير بمشاكله الاهتمام كتير ان انا اخفف عبقى عليه كمان النقطة التانية ان الحبيب هيكون بيدعمك الحبيب نفسه هيكون واقف معاك هيكون بيسندك هيكون بيساعدك سواء بقى ان كان نوع المساعدات على فكرة بس الفكرة كلها ان الموضوع ده هيبقى شغل بالك احساسك عالي قوي احساسك اللي هو بالاهتمام للحبيب وان الحبيب يهتم بيك عالي جدا بتفكر كتير زي اراضيه وان هو بيراضيني وعندك فكر كتير في هذا الامر كمان ممكن تكون بتفكر فيه ان يبقى فيه موليد ما بينكم او ان فيه حاجة تربطكم بشكل متزايد برج الدلو كمان من الامور اللي بتفكروا فيها وهي المكاسب المالية منتظرين مكاسب مالية عشان بالنسبة لك انك اول 14 يوم فيه كتير من الاكتهاد وكتير من الطاقة اللي بتحاول تطلعها فيه امور مهنية ان اشتغل اكتر انجح اكتر زي ما قلتلكم ان انتو بتسعوا الى القوة بتسعوا كتير الى اسم بتسعوا كتير الى مشروع بتسعوا كتير الى مجال جديد او اضافة مهنية فانت بتسعى الى ده عشان انت منتظر اسمه قوة ومنتظر كمان مكسب مالي منتظر نجاح مالي منتظر ان انت يبقى فيه عائد العائد مالي او معنوي او مدى او معنوي بس انت برضو منتظر ان انت يبقى زيادة اني ابقى عندي استقرار يبقى عندي ان انا قادر اعمل حاجات كتير لان انت فكرك انك عايز مشتريات كتير عايز ان انا وطبعا مشتريات كتير محتاجة فلوس كتير فانت بالنسبة لك فيه حاجة متعلقة بيه ان انا عايز حاجات في المقابل ان انا محتاج فلوس عشان اجيب الحاجات دي فاذا انت بالنسبة لك منتظر نجاح مالي استقرار مالي منتظر ان انت تعمل زيادة لحاجة لنفسك عايز تعمل حاجة كويسة عايز بالنسبة لك ممكن يكون فيه انتقالات كمان يعني انت بتدار كتير على انتقال لمنزل اخر او انتقال تنتقل لسيارة اخرى او انت تجدد سيارتك فده كله هيكون امور محتاجة امور مالية او محتاجة مال بالنسبة لك فاذا يا برج الدلو انت محتاج كتير الامور المالية او منتظر مكسب مالي ليه علاقة بجهدك ليه علاقة بشغلك ليه علاقة اكثر من مساعي انت ساعد فيها طيب برج الدلو اذا دي من النقاط برضو المهمة كتير اللي بتفكروا فيها بتفكروا كتير اوي كمان في الحاجة المتعلقة بيه النظام اكل ونظام مشروبات بتداروا كتير على ده على النظام الغذاء الصحي والمشروبات الصحية وان انا حافظ على جسمي وان انا حافظ على بشرتي وحافظ مش عارفة من خلال اللي داخل ما هو ما هو انا برضه خاليني اقول لكم بما ان بقى اني انا الماجستير بتاعي عن الانسابروجيا في الطب البديل النقطة مهمة كتير قوي قوي ان انت عايز تحافظ على بشرتك عايز تحافظ على جسمك عايز تحافظ على مظهر جلدك وعلى شعرك وعلى وعلى يبقى علي ان انا اهتم باللي داخل اللي هو نظام الاكل ونظام المشروبات اني اهتم بالعناصر الغذائية الصحيحة اني اهتم كتير بي ان انا ابتعد عن النظام الغذائي اللي مش صحة انا مش عايز اقول مساميات طبعا لان مش عايز يبقى فيه جدل على كده بس الفكرة كلها نظام غذائي صحيح ممكن اقول نظام الغذائي الصحيح اللي هو ايه مشروبات زي مثلا قلت لكم كذا مرة ان مياه دافية على معلقتين عسل دول حلوين جدا جدا دول مطاهرين للجسم دول بيشولوا الحبوب اللي من بشرة دول بيعملوا اصلا صفاء يعني معدتك كده بتصفى والكولون بتاعك بينضف مبالك بشرتك فاهميني اقصود ايه ففي حاجات منز كتير قوي لداخل هو المعالج الاول اكثر من بقى الحاجات اللي تتحط خارجيا او على المظهر بقى كمثلا كريمات مش عارف ايه 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 لا المعالجة من جوه هي الافضل خلينا ننهي الموضوع عشان احنا كده السنة برضو عشان مجالي الطب البديل فاللي هو ايه دراستي برضو يعني فاللي هو برضو ايه بتؤثر هذا بهذا واعلنه لكم عمدا انا بشكركم كتير بور جلدال وبتمنى كتير ان اكون في التوكم ما تنسوش اللعك وشارك في قناة فعال الجرس شكرا شكرا شكرا